بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في موضوع قراءة المصدر الفولذية المدرجة بالإنش سأتحدث عن النوع الأول من هذه التدريجات التي تعطي قراءة بشكل كسري إذن Reading Inch Steel Rule Fractional Reading لاحظ هنا لو انتبهنا إلى هذه المصدر الفولذية لاحظ هذه المصدر الفولذية مدرجة بالنظام الإنش بمعنى الرقم 1 و 2 إلى آخره هي رقم الإنشات الكاملة لاحظ في الجزء العلوي لو قمنا بعد عدد التقسيمات الموجودة على الواحد إنش لو جدنا أنها ثمن تقسيمات بينما لو قمنا بإجراء عدد على عدد تقسيمات الواحد إنش في الأسفل لو جدنا أنها 16 تقسيم لاحظ هناك نوع آخر من المصدر الفولذية المدرجة بالنظام الإنشي ولكن مقدار عدد التقسيمات للإنش تكون أكبر لاحظ هذه المصدر في الجزء العلوي عدد تقسيمات الواحد إنش هو 32 تقسيم متساوي بينما في الأسفل عدد تقسيمات الواحد إنش هو قيمة مضاعفة بمعنى 64 تقسيم إذن بشكل عام بالنسبة للمصاطر المدرجة بالنظام الإنشي التي تعطي قراءة بشكل كسري أو بزيغة كسرية تكون مقسمة إلى أربع أنواع يكون الإنش فيها مقسم إما إلى ثمانية أو 16 أو 32 أو 64 إذا كان عدد تقسيمات ثمن تقسيمات فتكون القسم الواحد أو القراءة أقل قراءة على هذا التدريج يكون ثمن إنش إذا كان 16 تقسيم تكون أقل قراءة واحد على 16 من الإنش إذا كان 32 تكون أقل قراءة واحد على 32 وأعلى دقة عندما يكون الإنش مقسم إلى 64 تكون أقل قراءة هي واحد على 64 من الإنش بشكل عام كل ما زاد عدد تقسيمات أو تدريجات الموجودة على الإنشي الواحد طبعا تزداد مقدار الدقة وتزداد قيمة حساسية المصطرى الفولاذية دعونا نفهم كيف نقرأ التدريجات الموجودة على الأسطوانة المدرجة بالنظام الإنشي لاحظ في الجزء العلوي عدد تقسيمات الواحد إنش هو ثمانية بمعنى لو قمنا بعد التقسيمات طبعا لاحظنا بالنسبة للحافة لهذه المصطرة هي بالضبط الخط المرجعي وهي الخط صفر لاحظنا لو قمنا بهذا العدد إذن هذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن هنا الإنش مقسم إلى ثمن تقسيمات بمعنى آخر المسافة هذه المسافة بين شرطتين متجاورتين والتي تمثل أقل قراءة على هذا التدريج ببساطة هي ثمن إنش بالنسبة لطريقة قراءة التدريجات لاحظ أول خط هذا الخط يقرأ واحد على ثمانية هذا الخط يقرأ اثنين على ثمانية الخط الثالث ثلاثة على ثمانية الرابع أربعة على ثمانية إلى آخره لاحظ هنا في بعض الأحيان يلزم إجراء عمليات تبسيط على سبيل مثال الشرطة الثانية هنا قراءتها اثنين على ثمانية لاحظ هذا الكسر يمكن تبسيطه إلى صيغة أبسط لأن البسط والمقام رقمان زوجيان إذن يقبلان القسمة على اثنان إذن تكون النتيجة هي ربع الإنش لو انتبهنا بالنسبة للتدريج الموجود في الأسفل فالإنش الواحد مقسم إلى 16 تقسيم بمعنى ضعف عدد التقسيمات الموجودة في الأعلى إذن نقول هنا أن المسافة بين أي خط على هذا التدريج وأي خط مجاور قيمة هذه المسافة هي 1 على 16 من الإنش طبعا لاحظ هنا الدقة في التدريج السفلي هي ضعف الدقة الموجودة في التدريج العلوي دعونا نأخذ هذه الأمثلة حتى نفهم كيف نقرأ هذا النوع من المساطر المدرجة بالنظام الإنشي لاحظونا في الجهة العلوية الإنش مقسم إلى ثمن تقسيمات هذه قطعة مطلوب إجراء أو تحديد مقدار الطول لها طبعا لاحظ بداية القطعة موجودة على خط الصفر أو الخط المرجعي أما بالنسبة لنهاية هذه القطعة فهي موجودة على هذا الخط إذن نقول أن نهاية هذه القطعة المطلوب قياس طولها محاذية لهذا الخط طبعا لقراءة هذا الخط لاحظ هذا الخط هو الخط الخامس بإمكان أن نعود هذا الحط خط رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن هذا الخط رقم خمسة إذن تكون القراءة هي خمسة على ثمانية من الإنش إذن طول هذه القطعة هي خمسة على ثمانية من الإنش لو أخذنا هذا المثال بنفس الطريقة لاحظ قطعة العمل موجودة على التدريج العلوي الذي يقيس بحساسية مقدارها ثمان إنش بمعنى الإنش مقسم إلى ثمان تقسيمات لاحظ بالنسبة لطول هذه القطعة فعليا هي أطول من واحد إنش إذن أطول من واحد إنش بمقدار جزء واحد بعد الواحد إنش إذن نهاية هذه القطعة المطلوب قياسها محاذية لهذا الخط الموجود على التدريج العلوي وهذا الخط طبعا هو خط الواحد إنش كامل وثمان الإنش إذن يوجد لدينا هنا واحد إنش كامل إذن نقول أن القراءة هي فعليا أكبر من الواحد إنش بمقدار تدريج واحد ومقدار التدريج الواحد هو ثمان إنش إذن نقول أن القراءة النهائية هي واحد وثمان الإنش لنأخذ هذه المسألة لاحظ بنفس الطريقة هذه القطعة طولها أطول من واحد إنش وأقل من اثنين إنش لاحظ نهاية القطعة موجودة أو محاذية لهذا الخط هذا الخط هو الخط الرابع لاحظ بالنسبة للخط الرابع يكون طوله نوعا ما أطول من باقي الشرطات حتى يسهل معرفتها وقراءتها بشكل سريع إذن نقول أن القراءة هي واحد إنش كامل وزيادة على الواحد إنش أربع أثمان الإنش إذن لاحظ هنا الأربعة على ثمانية يمكن تبسيطها لأن البسط والمقام رقمان زوجيان إذن يقبلان القسمة على إثنان إذن بعد القسمة على إثنان يصبح الأربعة على ثمانية يصبح إثنان على أربعة أيضا هنا ما زال البسط والمقام رقمان زوجيان إذن نبسط بالقسمة على إثنان إذن يكون إثنان على أربعة هو نصف إذن القراءة النهائية هي واحد ونصف إنش لاحظ بالنسبة لهذه القراءة يمكن قراءتها بشكل مباشر لاحظ نعرف أن هذه المسافة هي واحد إنش أما بالنسبة للمسافة بعد الواحد إنش لاحظ هذه المسافة هي نصف الإنش بالكامل بمعنى أربعة على ثمانية من الإنش إذن يمكن قراءة بشكل مباشر ونقول واحد ونصف الإنش لنأخذ هذه القراءة لاحظ هذه القطعة الموجودة في التدريج العلوي الحافة النهائية لهذه القطعة محاذية لهذا الخط على التدريج العلوي إذن نقول أن طول هذه القطعة فعليا أكبر من ثنين إنش وأقل من ثلاثة إنش إذن الطول الكلي يوجد لدينا اثنين إنش كامل وزيادة على الاثنين إنش تدريج واحد من الثمن تدريجات وهو ثمن إنش إذن اثنين وثمن الإنش بمعنى آخر المسافة هذه المسافة الكلية ببساطة هي المسافة من الصفر ولغاية الاثنين إنش وهذه المسافة هي اثنين إنش زائد تدريج واحد من الثمن تدريجات ويساوي ثمن الإنش إذن اثنين وثمن الإنش لنأخذ التدريج الموجود في أسفل هذه المصطرة المدرجة بالنظام الإنشي وهنا عدد التقسيمات هو 16 تقسيم إذن نقول أن الجزء الواحد يقرأ بمقدار 1 على 16 ومضاعفته إذن هنا لاحظ هذه القطعة بدايتها موجودة على خط الصفر الخط المرجعي ونهايتها محاذية لهذا الخط لاحظ هذا الخط لو قمنا بقراءته هو الخط رقم 9 لاحظ الخط رقم 8 نوعا ما أطول بقليل من باقي الشرطات إذن مباشرة نقرأ هذا الخط على أنه الخط الثامن زائد خط أو تدريج إذن 9 من 16 الإنش طبعا لاحظ هذا الطول أو هذه القراءة لا يمكن تبسيطها أقل من هذه الصيغة لنأخذ هذا المثال لاحظ هذه القطعة طولة فعليا أقل من الواحد إنش إذن لا يوجد إنشات كاملة بالنسبة لهذا الطول لاحظ نهاية القطعة موجودة في الشرطة قبل الشرطة الأخيرة للواحد إنش إذن نقول 16 تقسيم ناقص تقسيم إذن هذه الشرطة ترتيبها هو الخط رقم 15 إذن نقول أن القراءة ببساطة هي 15 على 16 من الإنش لنأخذ هذه المسألة لاحظ طول هذه القطعة هي أطول من واحد إنش وأقل من اثنين إنش إذن يوجد لدينا واحد إنش كامل بالإضافة إلى جزء من الإنش لاحظ بالنسبة لقراءة الجزء من الإنش بعد الواحد إنش هي فعليا هذه المسافة لاحظ مباشرة هذا الخط هو الخط الأوسط الموجود بين التدريج واحد إنش واثنين إنش إذن ترتيب هذا الخط هو الخط الثامن إذن زائد خط إذن الترتيب هنا إذن هذا الخط هذا الخط الذي يحادي نهاية هذه القطعة المطلوب قياسة هو الخط رقم 9 إذن القراءة 1 و 9 على 16 من الإنش لنأخذ هذه المسألة هذه القطعة طولة أطول من 2 إنش وأقل من 3 إنش إذن الطول هنا ببساطة يساوي 2 إنش كامل وهي المسافة من خط الصفر ولغاية خط 2 إنش وجزء من الإنش وهي عبارة عن هذه المسافة لاحظ لو قمنا بإجراء عدل ترتيب آخر شرطة لاحظ هذا الخط الأول هذا الخط الثاني هذا الخط الثالث هذا الخط الرابع إذن هذا الخط الخامس إذن نقول أن القراءة هي 2 إنش كامل و 5 من 16 من الإنش إذن لاحظ هنا القراءات التي نستخرجها باستخدام هذه المسطرة المدرجة بثمن تدريجات أو 16 تدريج للإنش الواحد تكون القراءة النهائية على صيغة كسرية لنأخذ الآن طريقة استخدام المسطرة الفولاذية التي يكون فيها المدرج الإنش مدرج بمقدار إما 32 تقسيم أو 64 تقسيم فلاحظ هنا بالنسبة للجزء العلوي لاحظ الجزء العلوي مقدار عدد التقسيمات للواحد إنش هو 32 تقسيم بينما بالنسبة للإنش في الأسفل الإنش مقسم إلى عدد مضاعف وهو 64 تقسيم إذن بالنسبة للطرف أو الجزء العلوي من التدريج بما أن الإنش مقسم مقسم إلى 32 تقسيم وتساوي إذن نقول أن القسم الواحد على هذا التدريج هو ببساطة 1 على 32 من الإنش بمعنى آخر طريقة قراءة الشرطات طبعا هذه الحافة هي حافة الصفر أول خط يقرأ 1 على 32 ثاني خط 2 على 32 الثالث 3 على 32 الرابع 4 على 32 إلى آخر لاحظ كل أربع تقسيمات قيمة أو ترتيب الخط مدون في أسفل الخط وذلك لتسهيل عملية القراءة والسرعة في القراءة بالنسبة لقراءة على سبيل المثال هذا الخط هذا الخط هذا الخط يقرأ 1 إنش و12 على 32 لاحظ في بعض الأحيان إذا كان هناك إمكانية لتبسيط القراءة يجب تبسيطها إلى أبسط صورة ممكنة بالنسبة للتدريج الموجود على الإنش في الأسفل الإنش مدرج إلى 64 تقسيم إذن نقول هنا أن المسافة بين أي خط على هذا التدريج وأخط مجاور له ببساطة هو 1 على 64 من الإنش بمعنى طريقة قراءة تدريجات الموجودة في الطرف السفلي الخط الأول يقرأ 1 على 64 الخط الثاني 2 على 64 3 على 64 4 على 64 إلى آخر لاحظ كل ثمن تقسيمات كل ثمن تقسيمات موجودة على هذا الإنش مدون قيمة ترتيب هذا الرقم لتبسيط القراءة ولسرعة القراءة لنأخذ هذه الأمثلة ولنبدأ بالطرف العلوي لهذه المصدرة والتي تكون مقسمة إلى 32 تقسيم إذن لاحظ هنا بداية القطعة موجودة على الخط المرجع وهو خط الصفر أما بالنسبة لنهاية القطعة فنهاية القطعة أو حفة القطعة محاذية لهذا الخط لاحظ الخط هذا الخط رقم 12 إذن الخط الذي يليه هو خط 13 إذن الخط الذي يليه هو خط 14 إذن هنا نقول أن القراءة هي 14 على 32 من الإنش لاحظ هنا كلا البسط والمقام رقمان زوجيان إذن يمكن قسمتهما على 2 إذن بالقسمة على 2 يصبح 14 32 هي 7 على 16 من الإنش وهي الصيغة النهائية لهذه القراءة لنأخذ هذه المسألة لاحظ هنا طول هذه القطعة هي أقل من 1 إنش لاحظ حفة القطعة أو نهاية القطعة محاذية لهذا الخط وهو الخط ذو الترتيب رقم 24 إذن مباشرة نقول أن طول هذه القطعة هي 24 على 32 إذن هنا يمكن التبسيط بالقسمة على 2 ينتج لذين 12 على 16 أيضا هنا يمكن التبسيط بالقسمة على 2 إذن 6 على 8 وأخيرا يمكن أيضا القسمة على 2 فنحصل على 34 الإنش لنأخذ هذه المسألة لاحظ هنا طول هذه القطعة هي أكبر من 1 إنش وأقل من 2 إنش إذن طول هذه القطعة هي ببساطة هذه المسافة من خطة الصفر ولغاية خطة 1 إنش إذن هذا 1 إنش بالإضافة إلى تدريجين وكل تدريج قيمته 1 على 32 إذن نقول أن نهاية القطعة موجودة على هذا الخط إذن القراءة تكون 1 و2 على 32 من الإنش بعد التبسيط يصبح 1 و1 على 16 من الإنش لنأخذ هذه المسألة هذه القطعة أيضا طولة أكبر من 1 إنش وأقل من 2 إنش لاحظ نهاية القطعة موجودة قبل تدريج 1 قبل الـ 2 إنش إذن بما أن 2 إنش هو التدريج رقم 32 إذن هذا الخط هذا الخط هو خط الـ 31 على 32 بعد الـ 1 إنش إذن المسافة هي 1 و31 على 32 من الإنش لنأخذ الجانب السفلي من التدريج الموجود على هذه المصدرة والذي يكون فيه الإنش مقسم إلى 64 تقسيم إذن لاحظ هنا نهاية القطعة موجودة أو محاذية لهذا الخط وهذا الخط هو الخط الأوسط بين 24 و 32 إذن يمكن العد إذن هذا 25 26 27 28 إذن هذا الخط هو خط 28 إذن القراءة تكون 28 على 64 من الإنش يمكن التبسيط بالقسمة على 2 يصبح تصبح القراءة 14 على 32 أيضا يمكن التبسيط فالقراءة النهائية هي 7 على 16 من الإنش لنأخذ هذه المسألة لاحظونا الحافة أو الحافة النهائية أو الطرف النهائي للقطعة محاذي للخط رقم 40 إذن الرقم 40 إذن يقرأ 40 على 64 من الإنش بالقسمة على 2 يصبح 20 على 32 أيضا نقسم على 2 يصبح 10 على 16 ونقسم على 2 فتصبح 5 على 8 من الإنش لنأخذ هذه المسألة لاحظ طول هذه القطعة هي أكبر من 1 إنش وأقل من 2 إنش بالنسبة للطول المسافة من خط الصفر ولغاية خط الـ 1 إنش وـ 1 إنش كامل بالإضافة إلى تدريج تدريجان وثلاث تدريجات إذن نهاية القطعة تحاذي هذا الخط وهذا الخط هو الخط الثالث من الـ 64 خط إذن نقول أن القراءة لهذا الطول هي 1 إنش و3 على 64 من الإنش لنأخذ هذه المسألة هنا الطول أكبر من 1 إنش وأقل من 2 إنش بالنسبة لي الطول يوجد لدينا 1 إنش كامل وزيادة على وزيادة على الـ 1 إنش هي هذه المسافة إذن مطلوب قراءة هذا الخط لاحظ هذا الخط موجود في الوسط بين الخط رقم 40 والخط رقم 48 إذن هذا الخط هو خط الـ 44 إذن القراءة الكلية هي 1 إنش كامل و44 من 64 لاحظ 44 64 يمكن تبسيطه يصبح 22 32 أيضا يمكن تبسيطه فيصبح 11 على 16 إذن القراءة النهائية هي 1 إنش 11 على 16 من الإنش إذن هذا كل ما يتعلق بالنسبة لطريقة قراءة المساطر الفلاذية التي تكون القراءة بصيغة كسر ويكون الإنش فيها مقسم إما إلى 8 تقسيمات أو 16 تقسيم أو 32 تقسيم أو 64 تقسيم لاحظ هنا يتطلب بعض المهارات الرياضية البسيطة بالنسبة للتعامل مع الكسور حتى نتعامل مع هذه المصطرة بطريقة صحيحة شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته